احنا نرجع بقى لنفس الأزمة تانية المدرب اللي هيجي هيتفرد عليه العيب أجانب سواء لعب أو اثنين أو ثلاثة أجانب ببروفايل مختلف يمكن عن أفكاره لو مثلا سيء مثلا هنقول إن كيروش هو اللي جئ كيروش معروف إنه هو بيلعب بأربعة ثلاثة ثلاثة أجنحته بيبقى لها أدوار معينة زي ما شفنا مع منتخب مصر فأنت لازم تجيب اللعب الأجنبي يتوافق مع أفكار كارلوس كيروش يعني كارلوس كيروش مثلا على سبيل المثال ما بيقتنعش بالجناح اللي ما بيقدرش يدافع على سبيل المثال بيرسيتاو حلال اللي هو موجود في النادي الآن لو جيبت بروفايل شبيه لبرسيتاو يمكن أدوار الدفاعية بتبعوا لها شوية في المالة وفي الشروط الثاني تحديدا هو ما بيفكرش في أدوار الدفاعية لو جيه لكارلوس كيروش هيبقى عندك مشكلة مع كيروش مع اللعب الأجنبي اللي موجود هيبقى أنت ضيعت من الموسم اللي فات فترة طويلة جدا قرار خاطئ بتاع سوارش لأن سوارش لو كان موجود كان يبقى عارف الصغرات موجودة فين أفكاره موجودة خلاص أنا محتاجة أطبق حاجة معانا الموسم اللي جاي فهبدأ أجيب الصفقات بناءا على طريقة لعبي بناءا على أفكاري لكن إنت ضحيت بكل الشهور اللي فاتت دي وهجيب مدرب جديد في فترة صعبة آه هيستفيد من فترة إعداد ونرجع تاني الفيرل اللي جيه في وقت مناسب أو وقت مثالي للنادي الأهلي حقق أن أجحت لأنه قاعد فترة إعداد خلاص شبع اللعبة بأفكاره وقدر مع بداية فيرلر شفت حاجة في الملعب ده اللي مقدرش يطبقه سوارش حالات فأنت بتتكلم مدرب هيجي آه أفكار الفنية هتظهر آه هيستفيد من فترة راحة لكن إنت بتتكلم السفقات الموجودة وفي العيبة ماضية مع النادي الأهلي كتير جدا المدرب اللي هيجي هيبدأ يتعرف على العيبة من الأول وجديد هيبدأ يشوف اللعب المناسب للأهلي أو مش مناسب فأنت بتكلم فترة كبيرة ضاعت من الموسم اللي فات البروفايل بتاع المدرب أعتقد أنه هو زي مقال جمال هو لازم مدرب خلاص مدرب اسم كبير لأنه أنت غمرت مع سوارش في فترة كانت صعبة أنت كان ممكن أنا تقبل المغامرة دي لو مع بداية سيزن لو مع فترة إعداد وبداية موسم الرجل هيتعرف على العيبته في ماتشات ودية هيتعرف على العيبته في معسكر خارجي لكن ما يبدأش يجي مطالب بالنوع يلعب كاس مصر ولو خسر المباراة ومباراة ضد النادي الزمالك وبعد كده الدوري في فترة صعبة جدا وكل مباراة إنت لو خسرت نقطة واحدة خلاص أنت بتخرج برا المنافسة فأنت بتتكلم أن المدرب الجديد لازم يبقى مدرب اسم كبير ومدرب برضه إحنا بنتكلم في اتنين مدربين ما تدربوش عنديا بقالهم فترة طويلة ودي نقطة لازم نتكلم عليها تدريب اليومي مع العندية مختلف عن تدريب المنتخبات سواء كيروش أو خليلوزيتش فهل هم وبرضو السن والطموح في حاجات كتير لازم نادي الأهل يدرس أنا دايماً بختلف على دي ليه بقى؟ أنا في رأي المدرب المدرب يتعلي ده على فيتوريا برضو إنه ما ضربش منتخبات قبل كده وجاء منتخب مصر المدرب بيدرب منتخب ويدرب فريق ده وجهة ناصر يعني